إيه الدور الأساسي للأم؟ إحنا قلنا الحكمة والصبر صبر المحبة أيوة والمثال والتربية الصحيحة بعدين علاقة الأم مع ولادها بتربية روحية هذا كتير مهم كمان التوازن التوازن وتربيهم على كلمة الرب وتصلي معهم يعني هذا مهم أن الأم تصلي مع ولادها تفرجين أن الرب هو بحياتنا هو بيقدر يتدخل بأي أمر تكون هي المثال قدامهم يعني تفرجي إيمانا تفرجي إيمانا لأولادها هذا كتير مهم تخبرهم شو صار معها هي بحياتها شغلة كتير مهمة ما بنشارك مرات ولادنا شو صار معنا بحياتنا وهذا حلو لأنه بالعهد القديم بس قطعوا البحر قال لهم نخدوا حجار من هناك وحطوهم لتتذكروا هذا بعلمنا أنه نحنا كأمهات وأباء يكون عندنا أشياء نرجع لها ونخبر ولادنا عنها ذكرا نقول لهم المسيح عمل هيك بحياتنا المسيح غيرنا لو مش من المسيح بحياتنا ما كان صار هالتغيير هذا كتير مهم والتعليم الكتابي على قصة الحجار لما كانوا في الجلجال وخرجوا من الأردن وبنوا الحجار 12 حجر عشان إذا سألوكم أولادكم فدائما القصة بتتكرر تتكرر أديش يعني في كل المناسبات نذكر أولادنا وبناتنا حتى في القصص الكتابية مية بالمية مية بالمية هذا يعلم أولادنا من اختباراتنا لأنه بالنهاية ما في شيء بأثر بأولادنا إلا إذا أنا جيت عند أولاد وخبرتوا القصة صارت معي بينسوا كل شيء إلا هاي القصة اللي خبرتونيها فهيدا مهم إنه نقلهم كل شيء صار معي أقعد معهم أعطيهم وقت وخبرهم شو عمل المسيح بحياتي وكيف مشي معنا خطوة خطوة بالبيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة